خليني أبدأ مع حضراتكم بأخبار الأهلي النهاردة يعني طبعا يمكن الفرصة بتاعة بطولة أمم أفريقيا صحيح نادي الأهلي يمكن عنده حوالي 11 لعب يشاركوا في البطولة لكنها في النهاية برضو فرصة لالتقاط الأنفاس يعني الأهلي يمكن كان مستوى الرتم والإقاع قبل البطولة دي لو تتذكروا يعني احنا ما روحناش بعيد قوي لكن انت بتكلم على بداية مشوار الأهلي في دوري الأبطال بتتكلم على مطشط دوري بتتكلم على كاس عالم أندية بتتكلم على كاس النخبة أو كاس السوبر المصري فبالتالي كنا محتاجين شوية ناخد نفسنا يعني أو الجهاز الفني يعني تحديد أن الجمهور أعتقد أنه بيبقى مدائق لما الأهلي بيغيب لكن نتمنى أنه يعني منتخبنا الوطني يفرحنا في الفترة اللي جاي لكن في النهاية أعتقد أن ميستر مارس الكولر يعني شايف أنه الفترة دي فرصة أنه يجاهز لعابته بشكل بعد الراحة سلبية طبعا اللي حصل عليها الفريق وعودته للتدريبات مرة تانية يوم حداشر انضمام الوجوه الجديدة طبعا نتمنى التوفيق لعمر كمال عبدالواحد مع منتخب مصر وإسامة أبو علي مهاجم الأهلي الجديد عودة اللاعبين اللي كانوا يمكن يعني ملف الإصابات في الأهلي كان عندنا أربع إصابات عندنا رضا سليم عندنا عبدالقادر عندنا متولي بقى له كتير برضو غايب عندنا أحمد دبيل كوكا أحدث الوجوه اللي منضم ملف إصابات عند مارس الكولر فكاد فرصة أنك تجهز المصابين وترجع اللاعب اللي شوية محتاجة وقت وشغل زي مثلا مادست اللي كانت رضا سليم طبعا واحد من الأسماء اللي غايبت وأعتقد أنه واحد من الأسماء اللي خسرها الأهلي بشكل كبير في الفترة الأخيرة تمرينت النهاردة كالتمرينة صباحية ويمكن الجهاز الفني يعني استدعى عشر من عشر لعبين من الفرق الناشئين عشان يشاركوا مع التمرينة عبدالقادر قريب جدا رضا سليم قريب جدا اتنين شغالين في البرنامج التأهيلي ورضا سليم تحديدا أعتقد أنه الجهاز الطبي كان صرح دكتور أحمد جبارلا كان بيتكلم على فكرة أنه في خلال يعني منتصف الأسبوع اللي جاي هيتعمله أشعة عشان يتم التأكد من سلامته بنسبة كبيرة جدا لكنه بيشارك يعني فيه برنامج تأهيلي محطوطه بيشارك تمرينات جاري وهو الأخير عشان يعني زي ما حضراتكم شايفين كده يعني يجيب مستوى في اليقى البدنية في أسرع وقت ممكن لكن إن شاء الله بإذن الله كل الأسماء دي هتكون جاهزة إن شاء الله بإذن الله مع عودة الأهلي لاستئناف مشواره هو طبعا بيزوده الحمل البدني بالنسبة الرضا تدريجي لأنه فترة التعادل كانت كبيرة جدا وكان يعني قصة الكسر في الترقوة دي برضو إصابة بيخة يعني يعني بتبقى صعبة شوية آه في عملية وإلى آخره لكن اللعيب بيبتعد عن التدريبات بشكل كبير وبالتالي لكن والله أنا شايفه فت يعني شايفه مش بعيد أوي من ناحي الجسم وفيه زيادة في الوزن معدلات الجاري اللي بياخدها بيفيها يعني ترتفع بشكل نسبي فبالتالي إن شاء الله فترة دي تكون جهة يعني فرصة كويسة إن هو يستعيد ليقتل بدنية ويشارك ويدخل في التدريبات الجماعية أعتقد أنها يمكن تكون في خلال أسبوع أو عشر تيام يبدأ ريدا سليم إن هو يشارك في التدريبات الجماعية يرجع الأهل إن شاء الله فيه نتمنى بس إنه الدوليين سواء معلول ديانج بيرسي تاو أو اللي مع منتخب مصر طبعا يرجعوا بالسلامة من مشاركة في دوري الأبطال يبقى الأهل إن شاء الله كامل سكواد نستعد بقى ونسخن لاستكمال المشوار في بطولة دوري الأبطال يمكن كان فيه اجتماع النهاردة بين كابتن خالد بيبو وبين مارسل كولر كلموا فيه على التحضير داوي كريستو الحقيقي داوي كريستو اللي أتمنى يعني فكرة عدم خروجه إعارة أنا بشوف الحقيقة إنه دي واحدة من أحسن الحاجات يعني اتفق عليها الجهاز الفني مع عدارة النادي لأنه داوي كريستو أنا بشوفه واحد من أفضل الخامات المباشرة الولد يمكن ما خدش فرصة كاملة يمكن ظروفه قد صعبة اتعرض لإصابة مرة والتانية لكن أنا بشوفه الحقيقة واحد من الأوراق اللي ترهن عليها جدا جدا في مستقبل النادي الأهل أنا عارف إنه الإعارات في أوقات كتيرة جدا بتبقى مفيدة يعني لما تيجي تتكلم على قندوسي مثلا الإعارة فدته بشكل كبير جدا وأعتقد إنه قدر يعبر عن إمكانياته بشكل بره فكرة الضغوط وبره فكرة المنافسة ظهر قندوسي بالإمكانيات اللي احنا رهن عليها وتوقعناها مع سيراميكا الحقيقة منذ انضمامه لنادي الأهل فبالتالي فيه وقت من الأوقات بتبقى العارة مش عقاب أو استبعاد بقدم هي فرصة للعب إنه يستعيد يجيب مستوى مرة تانية وده كان مثال واضح لكن أنا بشوف النكريستو الحقيقة واحد من الأوراق اللي ممكن يكون ليها دور كبير جدا وخصوصا إن المشوار الموسم ده بأكد مرة تانية لم يبدأ بعد شوف أنت لعبت سوبر ولعبت في كاس مصر ولعبت في الدوري ولعبت في كاس عالم ولعبت في دوري أفريقي ولعبت في كاس سوبر أو كاس النغبة شوف كم بطولة انت شاركت فيها وبقولك الأصعب والأطول لم يأتي بعد ما تبقى من الموسم بالنسبة لنادي الأهلي سواء منافسات كاس مصر النهائي أو النهائي اللي ما تلعبش لسه أو استكمال بطولة الدوري أو مشوارك في دوري الأبطال هو ده الجزء الأطول والأصعب في مشوار الأهلي السندي وبالتالي محتاج أن كل العناصر بتاعتك تكون في أعلى مستواتها وتكون في أتم الجاهزة دي أخبار النادي الأهلي النهاردة